ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفضى مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغزاء 2023 وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات تشهد الجلسة الثانية اليوم إلقاء كلمة مصر والتي سوف تتضمن شرحا للجهود التي قامت بها الدولة لتعزيز التحول في نظم الغزاء ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغزاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغزاء والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030